تكلم تحديداً جماهير النادي الأهلي فرجت فرجت الأهلي أخيراً وجد المهاجم النادي الأهلي أتم اتفاقه مع المهاجم الفرنسي أنتوني مودست المهاجم اللي لعب في بروسيا دورتموند الموسم الماضي لعب في كورن الألماني لعب في سنتيان الفرنسي لعب في البلاك بيرن الإنجليزي لعب في عدد كبير من الأندية المهمة في أوروبا أول حكاية وأول جدل في هذه الصفقة أجماعة الأهلي جايب مهاجم عنده 35 سنة والناس بدأت تتحدث عن فكرة أنه ليه الأهلي يجيب مهاجم كبير وليه يدفع له راتب يصل إلى مليون وستمائة ألف دولار في العام ليه تدفع مليون وستمائة ألف دولار في لعب عنده 35 سنة وهنا لنا رأي مع كامل التقدير والاحترام لكل الأراء وبالمناسبة سواء اللي اتفق مع هذه الصفقة وقال كلام جيد فهو كلامه له جزء كبير من الصحة واللي اختلف له أيضا جزء من الصحة أو له جزء من المنطق في كلامه تمام؟ يعني ما فيش حد رأيه صحة في المطلق وخطأ في المطلق زي ما هيبقى رأيه دلوقتي نمشيها وحدة وحدة هل الأهلي أخطأ إنه راح اشترى مهاجم عنده 35 سنة؟ الإجابة من وجهة نظري لا طيب دي وجهة نظري إيه اللي يدلل عليها؟ أقول لك هل برشلونة الأسباني هذا النادي العظيم العريق لما راح اشترى ليباندو فيسكي وعند 34 سنة أخطأ؟ رد انت؟ هتقول لي لأ أكيد ما أخطأش بس فيه واحد جنبك بيقولك هو بيشبه إيه بإيه؟ يعني هو ليباندو فيسكي شبه مودست اللي الأهلي جابه؟ لا ما هو الأهلي؟ مش برشلونة آه أنت كجمهور أهل أهلي أعظم نادي في تكون بالنسبة لك طبعا أنت أكتر نادي بتحبه بس الأهلي المنافسات اللي بيلعب فيها غير المنافسات اللي بيلعب فيها برشلونة مش بيلعب في دولة أبطال أوروبا بيلعب في دولة أسباني الأهلي بيلعب في الدولة المصر بيلعب في دولة أبطال أفراكة فإس كده ما تقس بمقارنة لعبين هل مثلا إسمي لني الإطالي النادي العظيم ده التاريخي ده لما راح اشترى زلتان إبراموفيتش وهو عنده 38 سنة أو بلاش اشترى تعاقد مع زلتان إبراموفيتش وعنده كان 38 سنة في 2019 بأكي أخذ معهم الدور هل هو هنا كده أجرم عام الكارسة لو تفتكروا برشلونة كمان في 2004 تعايد مع لعب سويدي مهاجم اسمه لارسون وجابه وعنده 33 سنة والناس عاي تقول لك إزاي الجيل عظيم دوت وجايبين واحد عنه 33 سنة وره وجيل كان هداف بص بقى ممكن أقسلك من هنا للسنة الجاية ميرتنز واحد من اللاعبين المهمين جدا في منتخب الجيكا كان بيلعب في نابولي وهو واحد من أهم اللاعب نابولي جلت سرائي السنة اللي فاتت اشتروه اشتروه وهو عنده 35 سنة تمام فقصة السنة دي بالنسبة للعبين اللي بيلعبوا في أوروبا مش حكاية مش مشكلة طيب نيجي للراجل آه وانا عملا وصف لك على لباندوفيسكي وعلى زلتانا برونفيتش وعلى ميرتنز وعلى أسماء كده ولارسون والأسماء اللي عدت في أوروبا وكيدفوق التالي 30 سنة الراجل ده نفسه اللي قلقى اللي هيجيبه اللي الأهلي هيجيبه بروسيا دورتموند جابوه السنة اللي فاتت وعنده 34 سنة عشان ييجي يلعب مكان مين يا ترى مكان هالند هالند مشي من دورتموند الناس عايز تدعم شوية يبقى عندها مهاجمين الوقت كان دايق هده ده كويس هو عنده كم سنة 34 سنة يعني دورتموند ساب أحسن مهاجم في العالم اللي هو هالند ورحوا جابه مين مودست اللي جاي النادي الأهلي بغض النظر بقى عمل مسلم كبير وعظيم ولا مع دورتموند بس الاختيار اللي هي إنه هو في الأصل مهاجم كويس الراجل عنده 35 سنة ماشي دي عرفناه جاي إيه جاي فري جاي ببلاش جاي ببلاش ينقذ موقف وهو أيضا لعب كبير بس كمان جاي ينقذ موقف ببلاش يعني إيه ببلاش اللعب اللي بتجيبه انت ببلاش بيطلب منك أجري سنوي أو راتب سنوي أزيت شوية من اللعب اللي انت مش جايبه ببلاش ليه عشي انت ما دفعش حاجة النادي انت ضعش دفعت قلت مثلا إيه النادي بتاعه أصداله كان لسه مرتبط بنادي كان هيطلب 3 و 4 مليون يورو فانت ما دفعش 3 و 4 مليون يورو فاللعب يقولك إيه انت واخدني فري فادييني مرتب المرتب بتاعه كما جماع مليون و 600 ألف دولار هل ده راتب كبير للعب فرنسي مهاجم كان بيلعب مع وصيف الدول الألماني كان على وشك يبقى بطل الدول الألماني السنفية دورتموند لعب ومسيرة رائعة في الدول الألماني مع كلهم تحديدا لعب في الدول الإنجليزي مع بلاك بيرن لعب في الدول الفرنسي مع سانت تيان هل ده رقم كبير في سنة أقدر أقولك حتى لو عنده 35 سنة مش رقم كبير ليه انه اللاعب ده هيجي لك فري ان اللاعب ده أول مرة يطلع من أوروبا خد بالك اللاعب اللي بيطلع من أوروبا يروح للمنطقة العربية واللمنطقة الأفريقية بيتعزز بقى يقولك لأ ما أنا هغير أجواء وهغير منافسات وهغير الراجل ده كان عنده عرض في سنبوداريا في إيطاليا عادي جدا يعني هيروح يبدل في أوروبا عادي ويلع في الدول الإيطالي الراجل جاي هنا عندنا في المنطقة العربية في المنطقة الأفريقية بفلوس معقولة معقولة مش بحزبتنا احنا مش بحزبت جلبة الدربة اللي احنا منضربها اللي هو ايه مليون وستمائة ألف دولار اضرب في تلاتين تعمل كده لا هي الحزبة مش كده حزبة مش كده هو الراجل كان ممكن ياخد الرقم ده وأزلت مرتين في أوروبا عادي جدا هو عنده خمسة وتلاتين سنة دي نقطة النقطة التانية الأهلي كان محتاج مهاجم بيعرف يلعب بضربات الرأس كويس الراجل ده مميز في ضربات الرأس الراجل ده بيعرف يسجل من نص فرصة زي ما بيقوله الراجل ده بيلعب برجله اليمين وبيلعب برجله الشمال كل دي الأهلي حاجات كان محتاجها طيب طيب يا عم كريم هو الأهلي كان محتاج مهاجم للدرجة دي ما هو كسب كل البطولات الممكنة الموسم الماضي ومن غير مهاجم غلط آسف يعني ليه غلط إنه الأهلي وفقه السنة اللي فاتت في كثير من البطولات ولو كان معاه مهاجم حقيقي ما كانش هيبه طبعا إحنا محتاجين التوفيق في كل الأوقات بس فيه أوقات الأهلي تأزمت الأمور معاه وفكرك ببعض الأمثلة الأهلي في مباراة الزهاب أمام الوداد في نهاية دورة أبطال أفريقيا كان ممكن يسجل في الكاهرة ثلاثة واربع أهداف ما قدرش ليه سجل ثلاثة واربع أهداف عشو كانش عنده المهاجم الحاسم لما راح المغرب في مباراة العودة لولا هدف من ضربة سابتة سجلها محمد عبد المنعم مش مهاجم كان الأهلي هيخسر بطولة ساعتها أنت كمشجع للأهلي كنت هتقول إيه لا 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 كان لازم الأهلي بيعنده مهاجم وكنت هتنتقد الإدارة والجهاز الفني وإنك خسرت بطولة أفريقيا ولو كان عندك مهاجم كنت هتكسب التوفيق مش معاك في بطولة أفريقيا في بطولة سوبر في بطولة كاس مشي مشي مع اجتهادك طبعا وتعبك ومدير فن رائع ولعبين مميزين بس دي مشي القاعدة ماينفعش فرقة كبيرة زي الأهلي عنده بطولات عديدة داخلها زي الدولي الأفريقي وزي السوبر الأفريقي وزي كاس العامل الأندية وزي الدولي المصري وزي السوبر المصري تفاصيل كتيرة جدا وما عندكش مهاجم حقيقي انا بقول مهاجم حقيقي ليه إنه الأهلي فعلا معندوش مهاجم حقيقي العيبة بتتأيف العيبة جنحات خش لعب مهاجم لكن معندوش مهاجم صريح ووضح فالأهلي كان محتاج مهاجم صريح ووضح وتدفع له فلوس بالمناسبة في المليون ونصة أو مليون ستمية الأهلي هيدفعهم لللاعب ده في سنة دي الفلوس اللي الأهلي هياخدها فمطش في كاس العامل الأندية يعني ايه يعني الاهلي لو راح كسل عالم للاندية ولعب اول مباراة ولا قدر الله لا قدر الله خسرها هياخد مليون ونص ومروح مليون ونص اللار تمن مباراة تمن بطولة اللعب هياخدها مهاجم مؤسر يمشي الحال مش كلمك بقى على مكاسب الاهلي المالية الموسم اللي فاتت من البطولات اللي كسبها ولي نجح فيها ولا المكاسب اللي هتحصل السنة دي من بطولة الدولة الافريقي وكسل عامل ولها كلمك ده كلمك على مطش مطش بتملعك مش تمام تمام الرأي المحترم برضو اللي بيقول طب ليه الاهلي يجيب 35 سنة ما يبدأ يشتغل على لعيبة تانية ولعيبة صغيرة معاك يعمل ايه بقى الاهلي في اللحظة دي انا عايز ده مودس ده يبقى مهاجم النادي الاهلي الأساسي بس حب جدا جدا اللي عدك مع النادي الاهلي يبقى لاعب من فريق الشباب لاعب صغير او لاعب اجنابي صغير فالنادي الاهلي يبدأ يديله كل شوية يبدأ يدخله مع الفرقة يبدأ يستثمر فيه يبدأ يكبر فيه عشان الراجل ده لو قعد سنة مع الاهلي او سنتين اللي بعضه يبقى جاهزه كويس الاهلي مش زي اي نادي اخر الاهلي ما ينفعش يجيب مهاجم صغير في السن من افراقه زي زمان ويلعبه واستنى عليه مش هيستنى الاهلي عشان بطولاتهم ما بتستناش هو طول الوقت شغال في مكان بطولات فيه اندية كبيرة في العالم كده ما تستحملش تستنى ما تستحملش فده نصيب النادي الاهلي بس مهم جدا يكون عنده لعبين صغيرين مهاجمين صغيرين مع مودست انا شايفها صفقة نجحة جدا للنادي الاهلي ومتفائله جدا وعجبني فكرة ان احنا عينينا بدأت روح للماركت في اوروبا زينا زي غنة حط عينك على الماركت في اوروبا مش لازم في افراقك بس بس انت مش هتعرف تروح بالمناسبة يعني تجيب بنزيمة او كريساون نالو دي ارقام يعني ايه لا تسعى الدوري المصري هات الليفل اللي تقدر تستخدمه ده ليفل كويس ده مستوى كويس من اللاعبين اللي تقدر استخدمها في الدوري المصري اتوقع له نجاح كبير جدا وكالعادة جدل وخلاف انت جايب 35 سنة لعب في اوروبا مع كامل الاحترام لكل اللاعبين اللي في مصر 35 سنة لعب بيتمرم في اوروبا بقاله 20 سنة شبه لعب عنده 27-28 في مصر يعني مع كامل الاحترام في المستوى البدني اعتقد يعني دي جزئية ترجمة نانسي قنقر